على هذا الصعيد قال وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت إن موقف المؤسسة الأمنية في إسرائيل هو أن لا يتم السماح بالعودة الكاملة للمدنيين إلى شمال قطاع غزة إلا بعد إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة وشدد جالانت على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل حربه على قطاع غزة حتى لو اضطر لوقف إطلاق النار مؤقتا مؤكدا مواصلة القتال حتى إعادة آخر رهينة